يعني خلينا نرجع نقول أن المسيح ما حملش يافطة عشان يقول يا جماعة بليز صدقوني أنا هو الله ولكن في كل شيء عمله كان واضح جدا واليهود المعاصرون في أيام المسيح فهموا فهموا حتى لدرجة أقوله وأنت إنسان تجعل نفسك إلها فمنشوف حتى من أقوال المسيح من أعمال المسيح معجزات المسيح ولكن أنت ذكرت آية يعني أني أنا هو إن لم تؤمنوا أني أنا هو إن لم تؤمنوا أني أنا هو تمتون في خطياكم ولكنه قال أيضا أنا هو وفهموا يعني في كلمات مثل أنا هو الراعي الصالح الراعي دقولي بيحكي في مزمور الرب رعية الرب رعية يهوى رعية عم بقول أنا هو الراعي فكلمة أنا هو كده مرة في إنجيل يوحن بتعبر عن لهوت المسيح مثل ما ذكرت أنا هو القيامة والحياة جميل أنك تلاقي أنا هو في إنجيل يوحن لوحده 21 مرة عجب 21 رقم 7 ده مهمة أو في الكتاب المقدس الكتاب المقدس قال عنه في نبوة حبهوك سباعيات سهام كلمتك يبقى إذن لكن ده مش سبعة وحدة ولا اثنين ده 21 يعني ثلاثة في سبعة أنا هو أنا هو إيه أنا هو الباب أنا هو إيه أنا خبز الحياة أنا هو إيه كمان نور العالم أنا إيه كمان الرب نوري وخلاصي يعني فهو بقول أنا هو النور أنا هو النور والراعي الصالح وبعدين القيامة والحياة الطريق والحق والعالم زي ما قلنا سبعة سبع مرات المسيح بيستخدمها عن نفسه وبتكلها بتؤكد لهوته زي ما قلنا أنا هو الراعي الصالح ده المسيح مرة قال لواحد لماذا تدعوني صالح ليس أحد صالح إلا واحد وهو الله البعض بيفهم غلط زي لأنه حابب يفهم غلط لا تدعوني صالحا لا المسيح ما قالش لا تدعوني صالحا لكن قال له لماذا تدعوني صالحا سؤال سؤال لأنه ليس أحد صالح إلا واحد وهو الله لم يكن المسيح ينفي الألوهية عن نفسه بل ينفي الصلاح عن البشر ما فيش صالح في البشر فإذن هذه السبعية الجميلة اللي جيت في إنجيل يوحنى تبرهن وتؤكد أن المسيح هو الله الذي ظهر في الجسد ترجمة نانسي قنقر